بخاتم أوليائه أن يرزقنا وإياكم السكة في عبوديته والقيام بحقوق ربوديته وأن يعاملنا وإياكم بلطفه وجوده وكرمه إنه هو الولالك والقادر عليه إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني السلام عليكم تم الصالحات والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا محمد بن عبد الله خير ماض وخير آت ورضي الله عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن القطب السيد العبد مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله إنياس أيها الإخوة كنا نثمن دائما وأبدا أن نكون في مجامعكم لأن قلوبكم صافية ومن جالس من صفى قلبه تزداد في الله تبارك وتعالى وهذه لم تأخذه عن هوى وإنما عن اتباع رجل لما كان مع الشيخ رضي الله عنه لم يغير ولم يبدل حتى لقي الله هو سيدي شهر عبد الله الجيجبي كان نعم المريد المريد ونعم المقدم ونعم المربي ونعم المرقي لأن كل ذلك يفعله في وجود الشيخ إبراهيم ويعرف كيف يصل من ناس إلى معرفة الشيخ إبراهيم ذات يوم كان يتحدث مع الشيخان حدث سجول بينهم فقال له الشيخان أما أنت أما أنتم وقد سبقتموني إلى الشيخ وخدمتموه في كوسي وفي طيبة وفي كل الأماكن التي كان فيها العمل للشيخ أما أنا ما أتيت إلا إلى الشيخ مباشرة وكل ما عندي منه مباشرة ولذلك قاله الشيخان بهذا فضلتنا لأننا قد نحس بأننا أولاد علماء أولاد أولياء ويحجبون هذه البلوة عن إدراك حقيقتنا وأنت لا تدعي أبدا هذا ولذلك فضلتنا إذن فالأمر جد لا هزل نحن في زمن في زمن يحتاج إلى تصفية القلوب من كل واحد منا حتى نعرف أنه لا يمكن الوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا برفض سواه ما دام لم يرفض سواه فإنه لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى ويقول الشيخ رضي الله عنه نفسك سواه إذن ابدأ برفض نفسك ثم ارفض ما حولك وتذكر الله تبارك وتعالى الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطل والذي كان ولا شيء معه والآن على ما عليه كان إذا تذكرت ذلك فإنك تجني الثمرات عن قرب وتصل إلى الله تبارك وتعالى بدون تعب وتواصل الثير إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها نحن جماعة استحبت تحاببت في الله وتجالست في الله وتزاورت في الله نحن وإنما كنا صغارا إذا أتى رمضان والمولد فإننا نفرح بمجيء الضيوف كأمثال الشيخ عبد الله والمشري والجكني والسيد الهادي ومن لف لفهم لأن ذلك موسم لنا نزداد به في الظاهر والباطن والحمد لله تبارك وتعالى تبعنا سيرة الشيخ إبراهيم كنت أقول ذات يوم بأن الشيخ إبراهيم كونني وعلمني وحفظني القرآن وحفظني العلومة ولكن والله لو لم أجد منه ما يوصلني إلى الله تركته وتركت من يوصلني إلى الله ولكنه ما تركني حتى وصل به إلى أن الله ليس معه شيء كان ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان أيها الإخوة الحديث ذو الشجون نحن تجمعنا لا لشيء إلا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ومحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الشيخ تجاني ومحبة إبراهيم الذي هو عبد الذات ومظهر الأسماء والصفات ذات يوم كان يمشي الهوين واعدا المسجد كما قاله الشيخان لم تزل محرما له بصلاة حيث بالبيت فاتك الإحرام فهناك البيت معه يصلي وسط المأمومين وهو إمامه الشيخ إمام ولكنه كان مأموما وهذا من الموافقات التي عشتها بجانب الشيخ كنا ذات يوم في رحلة إلى العجاز واستخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أتى وصل المزار المواجهة كان يناجي رسول الله فإذا بال المؤذن يقيم الصلاة فالتفت فقط وصل مع الناس هذه الصلاة هي التي يشير إليه الشيخ في قوله أصليا وأطى تعليمات للسفير الغاني في القاهرة وقال له افتح للشيخ إبراهيم حسابا مفتوحا حتى المليار فكلما طلب فأعطه تعرفون تدرون كم أخذ الشيخ من هذا المليار أخذ منه عشر تلاف ووزعه كلها حتى لما دخلنا الطائرة للذهاب إلى العراق ما كان مع الشيخ فلسا واحدا فكنا في العراق وبدأنا بالمزارات وتعرفون أن العلماء هناك يتقربون دائما لمن يعطي لهم شيئا والشيخ ما عنده ولا فلس نزل العراق وما عنده فلس فجئنا إلى كربلا وتقرب إليه العلماء فذهب عنهم وذهبنا إلى النجف حيث دوبنا سيدنا علي ولم يعطيهم شيئا وذهبنا إلى إيوان كسرى المسجد الذي في إيوان كسرى فلما صلى بالجماعة كان عندي ساعة ثمينة في يدي وقرأت الساعة وقلت للشيخ هذه الساعة تعطيها للإمام إذا خرجنا عند دخول سيارتي فقال دع ساعتك في يدك أنا من عادة أني أوطي وانت تعرف ذلك ولكن لا أوطي ما ليس عندي إذا عندي أوطي وإذا لم يكن عندي فأنا لا أوطي حتى إن شريفا جاءه وقال له أنا شريف من القلقمة فقال الشيخ نعم اليوم ما يسر الله شيء فكن معي إلى الغدي فجلس إلى الغدي ولكن لم يأتي الشيء حتى جلس ثلاثة أيام ثم جاء شيء فأناداه الشيخ وأعطاه ما يريده فقال الرجل وهو يمشي فلو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان فقال لو الشيخ رضي عنه فلو نعطى الخيار لا افترقنا في أول يوم لو كان عندي ما اعطيك إذن كان لا تأخذه في الله لومة لائم لا يتحرج أبدا إن شاء الله تعالى وهو يعطي الملايين والمليارات ولا يفكر في هذا يفكر فقط فيما يقربه إلى الله وفي أنه عمل لله ومن عمل لله فإن الله لا يضع عمله هذه أيضا من المواصفات التي عايشت الشيخ معه لا تمن كنا نمشي إلى القاهرة إلى العمرة فحطت من الطائرة في القاهرة والشيخ معلوف هناك وأنا كنت طالبا في القاهرة وأعرف شخصيات المطار كلها فقلت للشيخ نمشي إلى قاعة الكبار الزوار لأني أعرفهم فقال يا ولدي اجلس جنبي هنا وأعطيني كرسيين حتى أتمكن من جلوس براحة وأقرأه مصحفي فخد هذا يعرفونك قال يا ولدي لا تمشي أبدا إلى تجمع لا يعرفونك فتعرف بنفسك فإذا أساء إليك أحد فأنت الذي أسأت إلى نفسك فلنجلس هنا لعل الله يفعل ما يشاء ما ثم حديثه حتى جاءه فاروق كان وزير الأنباء فرأى إمامة الشيخ وجلس جاء يجري الشيخ إبراهيم متى أتيت هنا قال نحن هنا دائرتنا حطت ونحن نواصل إلى جدة فقال ما علمتنا قال كنت سأعلمكم بعد أن أرجع من جدة ولكن هذا النزول اضطراري لا يحتاج حتى سلم لي على عبد الناصر قال لا أنا أكلمه الآن فكلم عبد الناصر وقال الشيخ في المطار ولكنه يواصل فقال خذوا له أكبر فندق وذهبوا به إليه يستريح حتى يتأكد من وقت الطيران ثم يأتي إلى المطار فيأخذ الطائرة وإذن لما علمني أن لا أجاهر بالمكانة أتركه لله تبارك وتعالى لما أتركته لله فإلا الله تبارك وتعالى جاءنا بالفرج وجاءنا بما كنا نتمنى أن نفعله للشيخ رضي الله عنه الشيخ إبراهيم وهذا لا يشك فيه أحد قال أحد المنكرين يعيب عليه يقول الشيخ إبراهيم لا يعرف شيئا لا يعرف إلا القرآن فقط قال الشيخ جساو الله وخير فقد مدعني لأن قرآن هو كل شيء فمن عرف القرآن فقد علم كل شيء إذن هذه كلها موافقات عايشناها مع الشيخ إبراهيم رضي الله عنه لما ذهبنا إلى القاهرة ودخلنا جامع الأزهر ومسجد الأزهر هناك ثم وخرجنا والشيخ دخل في محل المخلفات التي للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة فلما دخل هناك وقيل له هنا شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مصحف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الشيخ يرتعش لما أخرج له الشعرات أغمي عليه الله فلما قال الحمد لله إذن رجل كما يقول الشاعر قد نال غاية ما يريد المنتهي من ربه ولو اتهاد المبتدي هكذا كان حياته حياة بسيطة سعيدة غادية وأنا أقول هذا وأنا شاهد عيان أنا عشت معه أكثر من عشرين سنة لا يفضل إلا معي ينادي البعض أيضا لا يتقد إلا معي ولا يدعش إلا معي هذا عملته معه أكثر من عشر سوات الأقل لأن أنا كنت أقرأه للكتب حتى قال لي في بعض الأحيان محمد الأمين فاقرأي الكتب ولا تبالي بسواها من أرب محمد الماحي فهب من كراك وأيقذ النذيرة والهادي حذاك يا أيها العاقب شمر وانهضا فمثل خالق الزمان عنهضا فالتعلموا والتعملوا وعلموا والتزموا لزوم ما لا يزموا بذلك تنالوا كلما تشاءون ديننا ودنيا كما يشاء أقول دائما لأولادنا إن الشيخ ضمن لكم السعادة الدنيوية والأخروية بهذين البيتين فحثوا عليها بالنواجد وعضوا عليها بالنواجد واعلموا أن طريق العلم هو الطريق الصحيح العلم الذي يطبق نعم لكن علم بلاد تطبيق لا يفيد شيئا فنحن الحمد لله رب العالمين كنا معه حتى أنه كان يراقبنا في دخول في المسجد ذات فجر جاء الشيخ إلى المسجد وصل الصبح والتفت وقال أين أولادي أين النذير أين الماحي أين هادي أين محمد الأمين أين عاقب فقيل له هم نائمون فخرج من المسجد إلينا وأمر من يزيل غطاء البيت كله قال اهدموا لهذا البيت الذي يبيت فيه الكفار لأن من ترك الصلاة فهو كافر ولكن الله تبارك وتعالى أنقذنا بأن قلنا إننا كنا معكم كما قال أحد الأولاد والده كان إماما وكان دائما يتأخر في صلاة الصبح وقال له الوالد بعد اليوم إذا رأيتك تأخرت فإني سأعذبك عذابا لا أعذب أحد من العالمين والولد نام حتى سمع الإمام يسلس السلام عليكم فأسرع إلى المسجد وكان قريبا من بيته فلما خرج الوالد وضع له نعليه فقال له هذا الوجه ليس وجه من صلى الفجرة قال أنا صليت معك والله يا والدي قال ماذا قرأت في ركعتين قال والله أنا جئت وأنت في القنوط الحمد لله أنا أقول لها كان ذكيا الحمد لله مرة مرة كنا مع الشيخ رضي الله عنه جالسون فجاء من يطلب شيئا فأعطاه الشيخ الشيخ ما عنده ثم فاستقله فطلب الشيخ مننا من عنده شيئ وما كان عندنا شيء فقال لأن لك إذا رجعت بعد هذا اليوم سأزيدك وهكذا فعل الشيخ أيضا معنا كنا في سمر معه أنا والمأمون والحسن والعاقب والمكي فكنا في نجيريا بعد الجولة فأتي بالهدايا أموالا كثيرة للشيخ رضي الله عنه وبدل إلى السيفة صار الشيخ إذا أراد فلوس النجيريا نيرا يقول هاتي مع عندك فيخرج مكي مع عنده ثم بعد قال هاتي مع عندك فمكي خال لنا خفية فآهن لإبراهيم إن دام هكذا لا يضيعني هكذا هذه حدث شجون نتذكرها نقول لكم إن الشيخ إبراهيم والله ما مثله أحد في العفو كان يعفو عما نظلمه حتى نحن كان إذا أغاظنا في مثل هذه الأمور لا بد أن يستردنا ولذلك كان إذا غضب فمن أراد أن يستلف يستلف لأن الذي ياتي من الشيخ سيغطي كل مصارفه يقول لنا أنا لا أحب لكم إلا الخير ففعلوا الخير حتى إذا لم تكونوا مؤمنين به ففعلوه لي مجاملة هكذا وصل بنا إلى هذا إذن الشيخ رضي الله عنه هو هذا رجل بسيط في مشيته بسيط في حركاته بسيط في سكناته ولكنه قوي عند الله تبارك وتعالى وكبير عند الله تبارك وتعالى وعالم ليس مثله عالم في وقته عالم علم حتى الهوصة واليورب الذين كانوا حتى إن بعض الناس أنا شهيد لي واحد قال لي أنا هذا الذي ترى كنت أأكل لحوم البجري ولكن ما برأني من هذا إلا تربية الشيخ إبراهيم أول ما رأيته تعلقت به فرباني وصدت رب الناس هنا وتركت كل ما كنت فعله بعد ذلك هكذا كان يسير إلى كل الأماكن لكي يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وفيصل كان يعزه جدا حتى إن بعض الناس في مكة المكرمة كانوا يتهمون لأنهم كانوا صوفية فناد فيصل الشيخ رضي الله عنه قال أرجوك أن تذهب إلى المدينة لكي تعرف لي حقيقة هؤلاء فإذا كانوا مسلمين ترقناهم وإذا لم يكونوا كذلك عذبناهم فجاء الشيخ رضي الله إلى مدينة ووظف معهم وقال هؤلاء إذا عذبوا فلابد أن أعذب معهم رجل شجاع وهذا يذكرنا أيضا بما قاله لما قبض على محمد الخامس رحمة الله عليه واستجن كثير من العلماء فجاء الشيخ مارا في الميناء سفينته وحطته هناك فجاءه ضابط كبير من ضباط الشرطة هناك من الفرنسيين آنذاك المغرب لم تستقل فجاء الشرطي وقال يا شيخ نحن نريدك أن تبقى هنا في المغرب ونعطيك مسجدا كبيرا ونعطيك 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 قال لماذا قال لأن العلماء كلا خبسوا قال لماذا قال لأنهم يؤيدون محمد الخامس قال إذن لا تعطيني شيء لأني إذا عطيتموني شيئا فإني سأصير إليهم وأن أكون معهم تضامنا معهم لا تعطيني شيء ورفض أن يتعامل مع الحاكم الفرنسي ذلك لماذا لأنه يتضامن مع العلماء ويتضامن مع المسلمين الذين خبسوا وكان هذا هو سبب عزته عند الملك محمد الخامس كان يأتي يزوره بنفسه إذا أتى وأنزل في الفندق ولذلك ولده أهسن تبع خطى والدي وحفيده وحفيده الآن محمد السادس يتبع خطى جده ووالده ويكرم الشيخ ويكرم أهل الشيخ ويفعل كل شيء من أجل أهل الشيخ جيته وكان الشيخ أحمد كلفني بأن أكون أنا الذي أزوره نيابة عن الأسرة فجيته وعند ذلك شيء حمد كان يعاني شديدا فقلت له إن خليفتنا لم يستطع أن يأتي لأنه يعاني من بعض الأمراض فقال حالا للذي معه وزير الذي معه خذ التعليمات الشيخ أحمد هذا يسفر إلى المغرب ويعالج على نفق ديئان الخاصة هكذا فعل وإلى الآن كلما سمع بأن هناك واحدا من أسرة الشيخ إبراهيم مريضا يستقبله ويأخذه ويدخله المستشفى ويعالجه على حسابه الخاص هذا إلى الآن جار بيننا وبين الأسرة المالكة في المغرب ونحن من فعلنا الخير نشكره لا نفعل فعل الجحة الجحة كان ذاكوا حماره فسقطت من الحمار فكسرت رجله فقيل له أحمد الله أنك لم تموت قال لا إذا حمدت الله تبارك وتعالي وكسر رجليها تانية يقولوا إن شكرتم لا أزيد إن شكرتم يزيدني بكثير الجحة الحمد لله رب العالمين هذه نفسة مصدور ويدل على أنني سعيد بهذا اللقاء الروحي الذي تجمعنا فيه في يوم جمعة وهذا أفضل يوم طلعت عليه الشمس تجمعنا وذكرنا الله جمعنا واستغفرنا الله جمعنا وصليتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تآنسنا وتحادسنا فجزاكم الله عن الأسرة الإبراهيمية كل الخير ونحن نخصكم بهذا شكر والحمد محمد هذا لا نكافئه منذ أن عرف بمجيئي وهو يتبعني بكل ما يمكن من إراحة السفر إلى هنا لما حصل الحارس لبنتنا كان من أول من أتى هنا في بوتيلميت وهذا ليس أول بركاته ولكن أقول لهم كما قال الشاعر ذاته من كان جالسا وكبير في سن فولديه كان عقين فالولدين أراد أن يترامي فما وجدوا هدفا فقال نجعل من رأس أبينا هدفا لرميه فرموه ودرجوه بدم فقال إن بنية درجوني بدم شنشنة أعرفها من أخزمي يعني شيء أعرفها من أبيهم هذا عمر أبيهم والله أكبر والعزة للإسلام والمسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذه الشوارج ما كنا نراها قبلها الحمد لله فيها بيت لما أبصدت إلي كنت أريد أن أقفع عليك جانب التروح أتوسح cum درجو لنة يعني حمد